السلام عليكم يا شباب الأخوار اليوم سأقوم بعمل الفيديو بسيط جدا و سريع عن سيرج سيرجف انت شرحتوا بكده في بوست على الفيسبوك للناس بشكل سريع هو استاتيكوب بابلشنج تولد فرنت اندبلوبرز زي ما قدامكم يعني يعني ايب البلدي يعني يعني ايب الاخر هي تول معمولة عشان ترفع عليها لأستاذ التدخل بتاعك اه بركمل من كماند لين عادي بشكل بسيط جدا فخطوة مش مش محتاج مننا خطوات كثيرة تقومنا فورب و تقوم تكتب الاسم و الاسم و بتعمل اكاونت بعدين تروح تكونفيرم الليلة دي كلها مش محتاج منك انت مجرد تدخل من كماند لين تكتب كماند واحد و الاسم بتاعك ترفع تتلس الموضوع و الاسم المجاني جدا ما فيش اي المت في الموضوع ولا المت في الحجم ولا المت في الحجم فالناس اللي هتدخلوا لأي حاجة كمان اه اه كنت عامل انا مسائل كنت رفعطة بكده و هنرفعطة اي معاكم اول مثال ده اه بكل انت محتاج اول حاجة انك هتدخل على نوت جيس لتقولك ستكون منازل لنوت جيس و مستطبه عندك قبل ما لقي نسطب سيرك عشان سيرك و هابني على نوت جيس تمام بعدين هتدخل ستقلط على الكماند ايم بتاعك مش شرط على اي دياروك معاين اي دياروك معاين اي دياروك غاية جدا هتكتب نبي ام اللي هنضبك اش منازل انستول فقط الانستالي مع اول مره فقط الانستالي انستالي وانستالي تمام كذا سورك تصل على كده نبدأ نرفع الأبصار بتاعنا على السورك بالاواف في الوقت نلوف سننفتح القامدان نرفع ال الارتخanos غير نفتح القامدان لسنوم�� comb سوف نفتحي خطوة لكن لو نفتحها نتجميم نختب نفتح الارتخام الموضوع بسيط و سهل ليس محتاجش على الكتير في الوقت هنكتب عشان نرفع هنكتب سير بس عشان نكتب اي حاجة تاين دلوقتي هو مفروض مفروض عشان انا بس سيجبت عامل اكاونت على سير مفروض هو هيسألك الاول على الايميل بتاعك هتكتب الايميل وهيسألك على الباسورد عشان تعمل اكاونت بعدين هيكم معك خطوات عادي جدا زي زي ما هيكمل معي دلوقتي هيسألك عن بلوجيك بها هيتأكد منك ان المكان اللي انت وقف عيدة هو المكان اللي فعلا هو فولدر اللي انت عايز ترفعه فعلا اه لو مش هو بتبدأ تغير كيبتان كيبتان بتتغيره عادي جدا تمام بيديش محتاج بالكونفرن بعدين بيوضح لك ان البولدر ده ده تيه يعني انت فقط من دي كده او حاجمه من دي كده بعدين بيسألك عبدوامين اللي انت عايدة انا هسأليه مثلا محمود لوقتي تمام محمود لوقتي 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 هذه ليست اكتبعه ولبتاك انا ستكون اكتبعه بيبزقها خلص كان عبدوامة الشيط كونبات حدوامة نحصل على الوقت خلاص ان المثال devoted الوغاية بدات لوقتي الوغاية نغتر ضرب محمود شروعح ايضا اسمي ؟ هاي اكس عطوها عا الكلام باقي طب غيروات احنا عادينا عدل عا الكلام ده ونرفعه هيحصل ايه ؟ اول حاجة هندخل عادي جدا هيفضح الاصدع من المسال سوف تقوم بتجميع أعطي المفترض تقوم بتغيير المفترض كم تقوم بتقوم بتغيير المفترض سوف تقوم بتغيير المفترض كله عمله هاو سيرج برد عادي كده بس هنا بقى داتك بدأ يسأل على الدومان من تاني هل انا كل مرة اكتب الدومان هل كل مرة اكتب اكتب محمود دايجوهدي لا ممكن تعمل حاجة حلوة ممكن تعمل اكتب اكتب محمود دايجوهدي سيرج.وزج وتعمل وعندين c name ده انت تعمل فايل اسمه c name مكتوب في الكلام ده فايل c name ده عشان تتكتب سيف اسم الدومان بتاعك في فايل اسمه c name الفايل ده سيرج بيكون عارفه لو هو موجود بيبدأ نحن اعرف وطول تكتبه اي لا اخوة سيارة دومينا عدد تقوم بفائل اسمه سينام وتكتب في الدومي بتاعك بس انتر اكيدها عندنا ستعمل بفائل اسمه سينام وحتى لو فتحناها على سببين تقوم بفائل اسمه سينام لو جئنا ساعتها بقى اناعمل كدير بس باوت الدوشة ديت ايه تمام واجهنا اعمل سر مزبوط هتاكتب الدومي بتاعك على طول وبدأ اقرب تمام عشان مش كل شوهات اكتب الدومي بتاعك خلاص خلاص رفع افتح بقى افتح فتح فتح تانية عشان يتأكد حالف حصل تغيير او لا اه فعال حصلت عليه محمود علاء كبرت افتح لدي افتح فتح افتح فتح الان انا بعمله افتح الان افتح ان اصعدته افتح سيرت موضوعه بسيط جدا طبعا هنا فيه فتشوز كتير جدا فيه منها المجانية وفيه منها اللي لازم تكون عامل أكاونت بخلوص علشان تأخذوه تمثب فيه ممكن تعمل تكاستن رومية اربعة بيج اللي هو البيج منتساوده مخصوصه ليك لو انت لو حب دخل صفه من صفهات اللي عندك ومش موجوده ممكن تعمل صفهات اللي المتين برضو ممكن تعمل حي كتير جدا ممكن تعمل لست الفايل لتجنور من اي حد يخش عليها ممكن تعمل اكاونت والباسفورد عشان مش اي حد يخش على الوصف بتاعك ممكن تعمل اكتر من اكاونت كمان بس الفيتشور دي بسلوث ممكن تعمل اكاونت بسلوث وكل حاجة هنا في الحاجة اللي هتبقيها بالفلوس هتبقيها هدية هو موضح لك يعني مش هيسبك على عماك ما كان الله سلفري بقيته فيتشر معينه هو بالفعار كورتي وفيتشور ستانية زي زي كاستوم ميس اس قاو دوماين بس لنفتاشره دولار في الشهر بس عماً مش محتاجين انت عندوقتي فى التحتاج حاجة زلكده، لو انت بقى هتعتمد على السرج فى شهر رئيسي فى شغلك بس عام من الشهر بنشرح سرج بالسادام العادي يعني تمام اتمنى ان الموضوع يكون بسيط فعلا زي ما انا بقول لكم وكل موضوع بعوادق وسائل واشوفكم هره تاني ان شاء الله فيديو جديد سلام عليكم لو مزنو في سؤال تعال لي على الاسكر وعشان تتابع فيديوهات جديدة سبسكرايب